السلام عليكم أحبابي كديرين لباس عليكم نتمنى يا ربي تكونوا باخير والاخير اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم سوف نحضر معكم صراحة الأكلة دائما نرى و تتعذبني و قلت اليوم سوف نجربها و سوف نشاهدها معكم و نقول لكم كيف سوف نحضر صراحة من اللي جربتها غزالة كثيرة الأكلة تركية يمكن لكم بير مشهورة في تركيا و قلت علي الله و نشاهدها معكم و تشوفها كيف تأتي صراحة تأتي صراحة كثيرة و كنت منكم تجربوها كيف تأتي جربتها صراحة أنا كانت عندي بتاتة غير صغيرة إذا كانت كبيرة تأتي من الأفضل غزالة أنا حتى يلا أول مرة جربتها مهم بيتها كنا أعرف الصراحة إذا كانت بتاتة كبيرة سوف يجيزوينة صراحة مهم هنا قبل أخذت بتاتة غسلتها مزيان و نشفتها من الماء و من بعد هنا غادي ناخدها كي عندكم شعود أو لا اقتيبوا لشي حاجة مهم وتقبوها مزيان باجا كيف تدخل لنا الملحة و البزردك الشي اللي غادي نديروا لها سوف ينبقى غدا على هالطريقة حتى نكمل بطاطة ديالي كاملة أنا قدرت غير بها مهم بغيت نجربها ولكن صارحة مني جربت جا تغزالة خلا تمام هذي رغيت دويقة صار حاجات بنينة أنا ما كنت متوقعها غادي ديها كبنينة مهم جربتها و شاذكتها معاكم صارحة هنا ببعد بمثاليات درت شوية ديال البزار غادي ندير شوية ديال الملحة و غادي ندير زيت زيتون أو زيت العود و غادي نحاول نبقى هكا نديرهم بيد حتى نحسك تدخل شوية الملحة و زيت العود يدخلوا البطاطة ديالي و من بعد غادي ندخل هات شوية مهم أي حاجة شاذكتها معاكم طريقة كيف شنو درت أي حاجة غادي نشاذكها معاكم إن شاء الله حتى ندير زيت العود و الملحة و البزار غادي نحاول هكا نمسح ديال البطاطة باش هكا يدخل لها شوية ديك الملح و البزار من بعد غادي ناخد بابي كويسون و غادي ناخد بابي أليمنيوم دروري هكا باش كتشوالينا مزيان غاهية كتشدة البنات كتشدة كالوقت في هذا من الأفضل إلى كالفران ديال البوطة هكا كي يعني كيدير بالزربة يعني ما غاديش يعطي لكم بحل فران ديال البوطة وبالنسبة لإلي ما عنداش فران ديال البوطة غادي منيت بغيب بخليهم يتشوي غادي تجهدي على جهده يعني الحرارة دياله كاملة غادي 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 مهم ربطة كتشت شوية الوقت تجهت كشي ساعة إلي عندكم الفران ديال البوطة غادي زوين بحل ديال ديال صنقة وحكي ما عارفين يعني أي حاجة مشوية كتشجي كتشجي لها يجب هنالله سوف يأخذ بابي أليمنيوم ونقوم بابي كويسون سوف يدقى لها التاليقه كيفما تشوفوا أضع المرحة كيف يلتج فلاطة او طاوة لن تكون لديهم ايضا لديهم الفران سوف تشت الوقت قمت بها مرة مرة تأخذها كثير او لديهم و تحاول امس و ترى ماذا تشعر و تشعر طابت سنبقى على هذه الطريقة سنكمل بطاتة جيدة يجرب عاجلة غزالة سأجربها سأجربها لكن سأجربت أثناء تجربة نضيف الفران ووجز فرومج حمر ومزاريلا كيتشوب وزيتون كحيل وزيتون مقطع كاشير حار وميس فرومج حمر ومزاريلا سوف اكتشب المزاريلا في يوم الكفاية سوف اخبرنا سوف نحلله وقوم بقيمة نضيف الفرومج ويقوم بمزاريلا ويقوم بقيمة وقد أمزار أخر ومعهما سوف نضيف الفرومج حمر نضيف الفرانة جليدية سوف نضيف أكلها في تركيا سوف نضيف فرشة نضيف فرشة نحن نضيف الملحة نضيف الملحة ونضيف الملحة ونضيف المبلحة نضيف ملحة ونضيف ملحة لنضيف البطاطة سأرد بها نضيف ذلك ونضيف أكثر إلا جاة سفنة أنا أول مرة جربته شاركتها معاكم يعني أول مرة كنجربها وعجباتني أنا عجبات الدار كل شي عجباته ولكن هذه المرة إن شاء الله مني غنصيبها غادي نصيبها بطاطا كبيرة حيث صارحة جاة لديدة بزف صافي هنا من بعد ما درت البطاطا غادي ندير عليهم الطون من بعد غادي ندير المايز المهم دك شي اللي عندكم إلا كان حتى خيزهم حكوك تاوك يجي لديد صراحة أنا ما درتوش درت هنا غير المايز غادي نزيد عليهم لهذا الكاشر زيتون خضار المهم طريقة ذك شي غادي نبقى نوريكم هكا كيف شنو درت ونسيت الكوغنيشو يعني في ذك التاني اللي غادي نشاهدك معاكم مرة زي تحت الكوغنيشو تاوك يعطي واحد الماطق رائع لبطاطي هاد الأكلة صارحة إلا جربتوها غادي تعجبكم مرة اللولي يمكن أجيكم في شكل ولكن إلا جربتوها أنا متأكدة غادي ستحمقوا عليها ستحمقوا على أولاداتكم أي واحدة أعطيتوها غادي تعجبوا سوف نقدمها ومن بعد غادي تديروا الكيتشوب والمايونيز أنا درت غير الكيتشوب مهم دكشي يبقى اختياري لكم أي صوص عندكم ديروه صراحة كجلدي دليد 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 بززف وكنتمنى أنكم تطربوه تكتبوها ليه في تعاليق صراحة كان فرح مني كنت نشاهدك التعاليق توقليكم وتغليزويني في حالكم شكرا لكم بززف شكرا للناس اللي كي ببرتاجي ومع الحباب ديالهم شكرا لكم صراحة بلا بيكم عمرني غادي نوصال يعني هاتشي كامل اللي كنت نصلي بالفضل ديالكم الحمد لله صافيو هذا هو شكل نيائي ديالها صراحة جات لديدة وهنا غادي نعود نشاهدك معاكم التانية لتهي صراحة جات غزالة مهم جات بنينة بنينة بززف وخان عيما نشكر لكم صراحة جات لكم تجربوها باش نجوم تحكموا سوف نعود نشاهدك معاكم التانية صراحة سهلة يعني يجيك الجوحة كبليل تنوضي تضيع كبتطايا صراحة كتشوية الوقت صافي تحطيها كتشوية مزيان على خاطرات وجد يقعدك شي لخاصو وحتى أصلا ذكي كل شي واجد حتى البالبة يديروها يحكو البالبة يحكو خيزو أي حاجة عندكم سوف تديروها تزوقو بها كتشوية جديدة والله القصب وزوينها كتشوية لأنه يجيك الجوح تنوضي تصيبها بالخف صراحة زوينها ما فيها لا عدب لا تمارا لا والو وكتشوية وغتعجب أي واحد دقاء غادي تعجبو أنا متأكد غادي تعجبكم حيث صراحة فكل شي زوين أي حاجة عندكم لا تقدروا تديروها يعني ذاك شي اللي متوفر عندكم تديروه ولكن هالطريقة صراحة إلا جربتوها غادي تعجبكم إذا كانت هذه الأكل تالي يوم كنت من تعجبكم كنت من تجربوها وترد يا الخبا وش غا تعجبكم كيف ما عجبتني صراحة غادي تعجبكم أنا متأكد حيث صراحة جات بنينة يعني القسم صراحة أنا لم أضيق في بلاست ولكن أنا جربت عندما شفت أنا شفت غير الفيديو يعني عرف ما فيها يعني ربينا سأجب زوين قلت نجربها ونشاركها معكم حيث ربينا سأجب زوين وكنتمنى حتى تجربوها وترد عليها ودب بقال يا إلى نقول لكم بسلام عليكم وطل وفريوسكم وما لا تنسوني اشترك لايك وبرتاج لتعاوني اضغط القناة وشكرا لكم شكرا 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 وخان عيمن شكرا سأجب وإن سأجب سأجب لكم ونشارك لكم أفكار ووصفات ووصفات ووصفة التي قد لكم شعرها سأجب سبع يوم لكم لكم سأجب لكم حيث صراحة بزفت الناس ولو كيعاني ومن الشعر كيطاح ليهم بزف المهم إن شاء الله مورا هذا إن شاء الله غاديلو حاليكم وإن شاذكها معكم ومنها تدوي وريوسكم والدوي ووليداتكم حيث صراحة ولينا كان عاني ومن هاد المشكل دير الشعر كيطاح بزف اللي ناشف ليها مهم بزفت المشاكل غادي نشاذكوا معكم إن شاء الله وهذه الأكلة تعلوم بصحة والراحة وكنت من ذاكم تتوما تجربوها وتردو عليها في كومنتر كيفية جديدكم يلا بسلام عليكم وتلقوا في ساعة زمينة إن شاء الله